اشتركوا في القناة المنتخب بيؤجل الاعلان على كل حاجة وبيقول ان فتوحه اكرم بيعمله اشعة ولكن فيه انباء بتقول ان هم مصابين يعني اكرم مصابة اصابة كبيرة نتمنى يا رب ان اياه ما تطلعش كده يا رب يا رب ما تطلعش كده لانه اكرم الحقيقة عدم وجوده في بقية المباريات القادمة مع المنتخب وعدم وجوده مع النادي الاهلي حيفرق كتير جدا 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 مع المنتخب ومع النادي الاهلي اديكوا شفتوا النهاردة خروج اكرم توفيق الا بالمتش خروج اكرم توفيق الا بالمتش انا من دلوقتي لغاية نهاية الحلقة لو عرفت اي حاجة هقول لحضراتكم مهما كانت القصوة الموضوع هقول لحضراتكم لكن انا لغاية دلوقتي مقدرش اطلع من بقى كلمة كذا ولا كذا لانه لم يتأكد لنا بنسبة 100% بنسبة 100% لم يتأكد لنا انه لقدر الله حاجة كده ولا كده حاجة صعبة يعني فان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان احنا نعرف بكرة ان شاء الله ان اكرم يا رب يا رب لما بتعمله اشعة واثنين وثلاثة علشان نتأكد من او المنتخب او طبيب المنتخب يتأكد من اصابة اكرم توفيق فدي حاجة مهمة جدا كنت عايز اتكلم فيها مع حضراتكم